السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والامر فلأم على مرحله برحمتك ورحمة الرحمن ورحمة الله وزيار المسلمين سنشوف الآن خطأ غريب جدا في الكتاب المقدس المفترض إن هو موجود يعني접 إصحاها وليست فقط في نفس الإصحاح لا هذا في نفس الفقرة ليست فقط في نفس الفقرة ال�cool اللي Somaría بشكل س Earm El funk لا ب parchر Bart session وولئه إنه كان في وسط حلق كده وفي ممكن يا فهي لا يكون حقه نرب هذه الحلقة كان مع oft شامشون ممكن حضراتكم ترجعوا للحلقة كاملة علشان شوفوا قصة شامشون ودليلة وقوة شامشون اللي في شعره لما تقص شعره فهو لما بقى شوف الحلقة يعني هتفهم القصة دي كلها الخطأ ده عبر عن ايه حد ديلك تمهيد كده وفكرة عامة عن الخطأ ونروح نقرأ في الكتاب المقدس الخطأ ونشوف هل فيه ناس حاول تصحح الخطأ ده وهلنكحن هم يصححوا ولا لا القصة بتقولي يا شباب ان شامشون كان داخل زي رهان كده مع شوية شباب يعني وكده ناس بقلوم يا جماعة عندي لغز اللغز ده تحلوه في مدة سبع ايام لو انتو حلتوه يبقى انتو كسبتوه هتديلكم مكفآت وكده لو انتو بقى خسرتوه تدوني انتو مكفآت شغلوا رهانات يعني وكده المهم المفترض ان المدة اللي يحلوا فيها اللغز كانت سبع ايام يا ترى هل الناس وصلوا للحل ولا ما وصلوش للحل طب وصلوا للحل في مدة قد ايه وصلوا للحل ازاي هو ده اللي فيه الخطأ القصة دي جماعة موجودة في صفر القضاء صحر 14 من العدد 14 الاحجية او اللغز اللي كان بيقوله شامشون اللي هو ايه فقال لهم من الاكل خرج اكل ومن الجافي خرجت حلاوة ده اللغز يلا حلوني بقى يا جماعة اللغز ده من الاكل خرج اكل ومن الجافي خرجت حلاوة فلم يستطيعوا اللي هو الناس ان يحلوا الاحجية في قد ايه في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام مش عارفين الحل طب وبعدين cyc��ئلا حصل يقولك وكان في اليوم السابع انهم قالوا لامرأة شمشون في اليوم ايه يا جماعة في اليوم السابع انه يوم يا جماعة اليوم السابع في اليوم السابع انهم قالوا لامرأة شمشون تملقي رجلك اللي كي يظهر لنا الاحجية للألا نحرقك وبيت ابيك بالنار اللي تسلبونا دعوتمونا ام لا اه خدوا بلكم الولها في اليوم السابعة محمود اخلاص لديني فرصتي باللعلي في اليوم الكام في اليوم السابع طيب فبيقول لك فبكت امرأة شمشون لديه وقالت إنما كرهتني ولا تحبوني قد حاجيت بني شعبك أحجية وإيايا لم تخبر فقال لها وذا أبي وأمي لم أخبرهما فال إياك وأخبرها قلت له أنت ما بتحبنيش حاجة بني شعبي فالزورة وما جيتش قلت لي حلها أنت كخة يا شمشون قال لا أنا ما قلتش لابو يا أم مع الحلها رح أقول لك أنت فكنا يا دليل عشان أنا مش ناقصك المهم ركز بقى في اللي جاي والخطأ هنا يقول لك فبكت لديه السبعة الأيام التي كانت فيها الوليمة بكت لديها يا فندم السبعة الأيام كيف كيف بكت السبعة الأيام وإحنا لسه شايفين إنهم أصلا قالوا لها في اليوم السابع وكان في اليوم السابع قالوا لها فين في اليوم السابع أوكي يعني هي المفترض تبكي لدى شمشون في اليوم السابع فقط صح لا لكن هنا نبص نلاقي هوب يقولك بكت لدي السبعة الايام التي كانت في يوم الوليمة كيف ده بعدها بسطر سطرين كيف ازاي عدت عليك مش يقولك عدت على الكاتب الكاتب يكتب اللي هو عايزه وممكن يكون بيكتب قصة لولا دخته ولولا دخو قعب يكتب بيتسلى انت اللي خد تعمل تكتب مقدس انت المسئول كمسيحي او كيهودي بتسمع عن هذا الامر كيف يقولولها في اليوم السابع وهي تروح تبكي السبعة ايام بتبكي بأثر راجعي كيف يعني هنا في خطأ مما لا شك فيه في خطأ مش بس ده الخطأ الوحيد في خطأ التاني بس ده خطأ ممكن نتجاوز عنه لكن وده الخطأ اللي بالفعل حاولوا تصحيحوا في نسخ اخرى خطأ ايه شوف معايا كده يا فندم الخطأ الاخر وده اللي احنا ممكن نتجاوز عنه ان هم ايه بيقولك فلم يستطيعوا حل الاحجية في ثلاثة ايام بيقولك وكان في اليوم السابع انهم قرر من رأة شمشون طب كيف يعني انت محلتهاش في ثلاثة ايام المفترض تروح تقولها تاني يوم على طول او في نفس اليوم اليوم الرابع مثلا صح صح لكن انت انا بيقولك لا لا وكان في اليوم السابع انهم قالوا لامرأة شمشون يبقى هنا في خطأ ممكن نتجاوز عنه اللي هو قالوا لها في اليوم الرابع طب ممكن يقولك عم نيسيو كانوا انتخين كانوا نايمين فروح قالوا لها في اليوم السابع مش دي المشكلة لكن الخطأ الواضح يا جماعة وده اللي احنا مركزين عليه اللي هو كان بيقولك ايه وكان في اليوم السابع انهم قالوا لامرأة شمشون تملقي رجلك لكنها بيقولك فبكت لديه السبعة الايام التي كانت في يوم الوليمة هنا في خطأ طيب طب كيف حاولوا يحلوا الخطأ ده وهل نجحوا انهم يحلوا الخطائين ولا حلوا خطأ واحد واسابوا التاني تعالوا نشوف مع بعض كده هنشوف من كتاب عبري عربي بين السطور عبري عربي بين السطور بيجيب لك النص بالعبري بيجيب لك ايه الترجمة تحتية بالعرض بص بيقولك ايه بيقولك فما قادروا اخبار الاحجية في ثلاثة ايام يعني في ثلاثة ايام ما يدروش حلوها طب وبعدين بيقولك وكان في اليوم السابع قالوا لامرأة شمشون اغوي رجلك قالوا لها في ايه يا فندم في اليوم السابع شوف يا اخي في الترجمة اللي على يمين على طول وهي ترجمة باللغة العربية عدلوها نعمل لها تعديل خفيف زريف كده ازاي يا فندم بص ادي عندك وبلك وكان في اليوم السابع قالوا لامرأة شمشون اغوي رجلك هنا يقولك فلما كان اليوم الرابع قالوا لامرأة شمشون خاضعي زوجك ده الخطأ اللي هم صلحوه اللي هو في اليوم السابع ازاي محلوش الأحجية في ثلاثة ايام يروحوا ولو في اليوم السابع المفترض يقولوا في اليوم الرابع وعدوها اوكي اوكي المشكلة بقى اللي ما قدلوش حلوها اللي هي بتاعت ان هم قالوا لها اصلا في اليوم السابع أو في اليوم الرابع كيف تقول بكت لديه السبعة أيام كيف وده اللي موجود في النص العبري بالفعل قادي عندك النص العبري هو فاندم بيقول إيه بيقولك فبكت لديه السبعة الأيام التي كانت لهم الوليمة فبكت لديه السبعة الأيام وإن حتى برضو في النص العربي المحطوط على اليمين بيقولك فبكت لديه سبعة أيام الوليمة ما قدروش يحلوا الخطأ التاني اللي هم قالوا لها في اليوم السابع أو حتى لو كانوا قالوا لها في اليوم الرابع قالوا لدليلة يعني يروح يدلع على الرجل بتاك وهتلنا الحل فكيف تبكي السبعة أيام كيف طيب تعالوا دولتي نشوف النص السبعين النص السبعين هذا المفترض أنه جاء بالنص العبري وهي ترجمه للغة اليونانية الكنيسة المصرية تعتقد أن النص السبعين هذا موحى به من الله طيب كيف حاولوا يعالجوا هذا الأمر هل حلوا مشكلتين ولا حلوا مشكلة واحدة منهم تعالوا نشوف مع بعض فالنص السبعين يقول لك F0 قضاء 14-14 يقول لك فقر لهم من الآكل خرج أكل ومن القوي خرجت حلاوة فلم يستطيعوا أن يخبروا اللغز في ثلاثة أيام ثلاثة أيام ما يدروا شي حاجة بص بيقول لك إيه بها وكان في اليوم الرابع أنهم قالوا لمرأة شمشون افتني رجلك لكي يخبرك باللغز طيب في اليوم الرابع بص في الهامي شفندم مكتوب إيه كده بيقول لك أهو في اليوم السابع آه فين في اليوم السابع مكتوب بيقول لك في اليوم السابع في النص المسوري اللي هو النص العبري ومن الواضح من خلال سياق القصة أن السبعينية هي الأصحة يعني بيقولك النص العبري يا عم موجود فيه اليوم السابع بيقولك بس النص السبعيني اللي هو المفترض بيترجم النص العبري ده خلها اليوم الرابع كيف هو كيف كده مزاجي كده أنا خلتها اليوم الرابع ليه لأنها هتبقى ماشية مع القصة طيب أدي حل لمشكلة أولى هم حلوها طيب المشكلة التانية يا طرع عرفوا على الجهة لا بصوا بيقولك إيه وفي اليوم الرابع نوم قالوا امرأة شمشون افتني رجلك لكي يخبرك باللغز وإلا نحرقك وبيت أبيك بالنار فبكت امرأة شمشون لديه وقالت قد كرهتني وما أحببتني لأن اللغز الذي ألقيت على بني شعبي حتى إلي لم تخبره فقالها شمشون أنا ما قلت أشلب ويومها روح مهم هنا بيقولك إيه فاندي فبكت لديه السبعة الأيام التي كانت فيها المأدبة بكت السبع أيام كيف فبكت لديه السبعة الأيام وإنتوا لسه بتقولوا إن هما راحوا قالوا لها في اليوم الرابع كيف خطأ واضح بسيط جدا موجود أقول لأي حد يقرأ ولو بتركيز 30% يعني هالطفل صغير كده هتعال أحب بيحكي لقصة كذا كذا إزاي يا بابا إنت بتقول إن هما قالوا لها في اليوم الرابع أو اليوم السبع أي مكان وإيه قاعدت تبكي سبعة أيام ها تصدق معاك حق لكن إنت للأسف كزميل المسيحي عديت الموضوع ده عارف بتعدي ليه تقول أصلي ده خطأ مش مؤثر يعني ما أنا قاليش دعوة المسيح مات وتصال ما قاليش تجايب الأخبار بتاعت إيمانك ده من الكتاب ده إنت اللي بتقول على الكتاب ده مقدس إنت اللي بتقول على ده كلام الله إنت اللي بتقول عن الكتاب ده ما فيوش تحريف إنت اللي بتقول إن الكتاب ده ما فيوش أخطايب أنت اللي تشيل الليلة لأن أنا عازر كاتب سفر القضاء ده ممكن يكون كان بيكتب قصة وحدوتها يحتفظ بها لنفسه ممكن يكون طفل عنده 10 أو 15 سنة اللي كتبها وعادي أخطأ طفل إنت خدت عملتها كتاب مقدس يبقى أنت اللي تشيل الليلة الجزئية الثانية بقى إن عارف أنت حتة فهلاوة كده ولكت يا محمود يا عم أنت بتقول الكتاب محرف لم يصلحوش الأخطاء دي ما ديك شايف يا فندم حاولوا يصلحوها أنا والله جايب لك أصلا النص السبعيني وقارنته بالنص العبري ليه علشان تعرف أن النص العبري وده المفترض أنه هو السبعيني بيترجم منه النص العبري بيقولك أنه ما قالوا له في اليوم السابع وهم يشافون أنه ده مش منطقي فأجي في النص السبعيني قال لك لا قالوا له في اليوم الرابع والي اتنين محلوش المشكلة إليه قاعدت تبكي السبع تيام يا زمين المسيح أسأل الله سبحانه وتعالى لأنا ولك الهداية ده خطأ بسيط جدا خطأ أنت لو مركز أصلا في الكتاب اللي أنت بيقعدوا يعذوك باب في الكنائس وهو كلامه السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول كتبه أناس الله القدسين مساقين بروح القدس كل الكتاب موحى به من الله طيب إيه ده إيه ده يا فندم ده الله يهدينا وعديكم والله خلص الحلقة ولو أمر بتشوفني كالحدة لا تنسيش تارك في قناة على زر الجلس عشان وصلك كل جديد والذين تردت دعم استمرت القناة دي من خلال لنكيل بيتر وضغط الزر الإنساب أو شكرا أو بي بال لاتليم تفاصيل الفيديو في أول تعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته